السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنت للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن relative pronouns ضمائر الوصل باللغة الإنجليزية كما نعلم لدينا سبع ضمائر من الوصل الحب إتابة شرحنا كل واحد على حدة في فيديو خاص بها قامت تشغيل ضمائر الوصل على قناتي في اليوتيوب في هذا الفيديو نأخذ تمارين عن كيفية استخدام ضمائر الوصل هذه تابع معنا هذا الفيديو لدينا الكثير من الملاحظات التي تخص هذا الدرس المهم في اللغة الإنجليزية كما نعلم relative pronouns relative pronouns إذن ضمائر الوصل who, whom, where, when, which, that, whose جميعا نترجمها الذي أو التي أو اللواتي أو الذين أو بلغتنا الدارجة اللي إذن كما نعلم نستخدم لا نقول الذي بلغتنا الدارجة أو العامية نستخدم اللي مثلا السيارة اللي صاحبها مثلا عمل حادث الرجل اللي أخذ الشيء الفلاني وهكذا لاحظ بشكل سريع نذكر who, whom, للمفعول به طبعا لي الأشخاص يعني العاقل الإنسان where, where للمكان when, للزمان which, with that يعني لغير الإنسان الحيوانات الأشياء النباتات لكن which يكون قبلها فاصلة والكلام بعدها فاصلة وممكن نحذف الكلام اللي مع which that أيضا كلام يعطينا كلام مهم who's للملكية أول جملة the boy cat ate the fish has gone home الولد قطة أكلت السمك ذهب أو عادة للمنزل هي أصلت جملة the boy has gone home يعني رجع أو ذهب للمنزل لكن لدينا the cat ate fish the cat ate the fish أيضا نستخدم برأيكم كيف نعرف الإجابة الفراغ ننتمه للكلمة التي قبله the boy الولد يعني ليس مكان وليس زمان وليس شيء which or that ما تظل عندنا who whom whose لدينا احتمال واحد هو whose the boy whose cat يعني الولد اللي قطته أو الذي قطته أكلت السمك has gone home يعني عادة للمنزل إذن اللاحظ his cat ate the fish يعني قطته أكلت السمك حذفنا his وضعنا whose بحالة المكية يعني القطة تعود على الولد الجوة الثانية the man I met last week is still angry الرجل الذي قابلته في الأسبوع الماضي ما يزال غاضب لاحظ كمان قلنا الفراغ يعود على الكلمة التي قبله الرجل الذي قابلته إذن بالأصل موجودة هنا him قابلته إذن مفعول به بهذه الحالة نضع whom حالة المفعول به the man whom I met last week is still angry هي أصل الجملة the man is still angry لكن الجملة الثانية I met him last week قابلته أسبوع الماضي جملتين نربطهم ضمير وصل يعني مهمة ضمير وصل يربط جملتين سوية حذفنا him وسبدنا بضمير الوصل whom اللاحظ هم جاء بعدها فاعل وفاعل المفعول به حذفنا الضمير ووضعنا بداله أو بدل عنه whom the man the man I met last week is still angry I remember the day I met her like it was just yesterday أتذكر اليوم الذي قابلتها وكأنه كان أمس يعني فقط أمس لاحظ day بيكون يوم يعني زمان بحالة الزمان نستخدم when إذن اليوم الذي أو اليوم اللي قابلتها إذن لاحظ when تستخدم مع الزمان الكلمة القبلها دائما ننتبه الكلمة التي قبلها قبلها زمان إذن نستخدم when that is the garden I need to go تلك هي الحديقة التي أحتاج أن أذهب اللحظ garden حديقة إذن مكان عندي إذن استخدم where that is the garden where I need to go تلك هي الحديقة حيث أحتاج أن أذهب إليها إذن where تعود على الكلمة التي قبلها garden إذن الحديقة the computer I bought last week is broken يعني الحاسب أو الحاسوب الذي لاحظ دائما جميع هذه الضمير بمعنى الذي أو التي اللواتي أو بلغتنا الدارجة والعامية اللي اللي اشتريته الأسبوع الماضي يكون معطل لاحظ هنا قبل الفراغ بفاصلة أيضا يوجد فاصلة أخرى ممكن نحذف الكلام هذا كما قلنا فيديو سابق which الكلام البعد عادي يحذف لأنه which تعطينا معلومات إضافية غير مهمة عن الكلمة التي قبلها بهذا الحال نشوف فاصل نستخدم which ويكون عندنا computer إذن غير إنسان شيء وفي عندنا فاصلة عندنا إذن نستخدم which يعني القطة التي أعطيتك إياها تكون غالية عند إذن نستخدم that لماذا القطة غير إنسان عند إذن نستخدم that معها the cat that I gave you is expensive القطة التي أعطيتك إياها تكون غالية the man took my car is a rich one أو a rich man الرجل الذي أخذ سيارتي يكون رجل غني أو ممكن استخدم باشرة نقول rich بدون rich one استخدمنا one لكي نكرر كمية man مرة أخرى بهذا الحالة الرجل الذي أخذ سيارتي معه فاعل الرجل أخذ سيارتي بحالة الفاعل استخدم who who جاء بعدها فعل هي أصل هي took my car حذف هي استخدم بضمير الوصل who the man who took my car is a rich one الرجل الذي أخذ سيارتي يكون رجل غني إذن هاي تمارين لاستخدام ضمائر الوصل الرجوع بشكل سريع ممكن شخص لا يعرف استخدام بشكل مفصل لكن تكلمنا بشكل مفصل عن كل كلمة منهم مع تمارين فيديوهات سابقة ادخل على قناتي قائمة تشغيل اسمها ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية هناك فيديوهات كثيرة عن كل كلمة من هذه الفيديوهات لكن هنا جمعتها كل فيديو واحد وتمارين لكي تكون ممكن شخص يحب يكون المعلومات هذه كل فيديو واحد اولا ضمائر وصل لماذا وصل لأن تربط عبارة عن جملتين نضع ضمير وصل نربط هالجملتين في جملة واحدة تصبح لدينا جملة واحدة نسمي هوز والكلام اللي بعدها نسمي adjective close او نسمي relative relative close يعني عبارة وصفية او عبارة وصلية اذا عبارة وصفية او عبارة وصلية وصلية لانه تصل الكلام الموجود بضمير الوصل مع سابقه او نسمي وصفية لانه تصف الكلمة او الاسم اللي قبلها who's للملكية نحفظها who's للملكية whom للمفعول به يعني نوقع عليها الفعل when لالوقت which لغير الانسان لأشياء لحيوانة النباتات ويكون عدنا فاصلة والكلام بعدها ايضا ممكن نحذفه يعني ممكن نقول the computer is broken الحسب اذا معطل يعني ممكن نحذف which i bought last week that ذات الكلام بعدها يكون الكلام مهم لها سنحذف ايضا للي الاشياء who نستخدم ها للفاعل ولدينا where نستخدم ها للمكان who للفاعل whom مفعول به where للمكان when للزمان which لغير العاقل يكون عدنا فاصلة والكلام بعدها يحذف ذات ايضا لغير العاقل الكلام بعدها لا يحذف وهوز للملكية ايضا ننتبه ضمار الوصل ننتبه على الكلمة التي قبلها يعني تعود على الكلمة التي قبلها وتعطينا معلومات عن الكلمة التي قبلها وايضا ننتبه يكون عدنا جملة اولى وجملة ثانية نربط هاتين الجملتين تصبح جملة واحدة بضمير وصل يكون فيه ضمير وصل يكون فيه المنتصف ونسمي العبارة التي فيها ضمير الوصل نسميها adjective clause يعني عبارة وصفية أو نسميها relative clause عبارة وصلية بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية كما قلنا في بداية الفيديو هذا الدرس مهم جدا ومن المهم تعلم استخدام ضمائر الوصل باللغة الإنجليزية ومعرفتها اللي يحب يرجع لقامة تشغيل اسمها ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية هناك الكثير من الفيديوهات يتابعهم بشكل مركز لكي يستطيع تعلم استخدام هذه الضمائر بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع اصدقاء ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته